في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن اهتمام سيادته بأسس تعزيز العدالة والحريات تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية الاستجابة السريعة تكللت بتوجيه الرئيس السيسي لإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها والتي بلغت 24 توصية حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها بينما تبقت أربع توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها الاهتمام الرئاسي السريع بتوصيات الحوار الوطني ثمنه مجلس الأمناء الذي تقدم على الفور بالشكل الرئيس السيسي لدعمه الكامل للحوار الوطني والاستجابته العميقة للتوصيات الصادرة ولسقة الرئيس السيسي بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما سمن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني ودعمه الدائم له فضلا عن متابعة تنفيذ مخرجاته الذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وفي هذا السياق أشادت قيادات حزبية بتوجهات الرئيس السيسي بأحالة توصيات الحوار الوطني مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية جاء ذلك بعد مناقشات جادة وموضوعية بمشاركة 120 متحدثا يمثلون جميع الأطياف المصرية من بينهم شخصيات سياسية وحقوقيون وشخصيات عامة ونواب وممثل الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلون من لجنة العفو الرئاسي وخلصت مناقشات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في هذا الصدد إلى إجماع على تعديل تشريعات الحفص الاحتياطي والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لها ترجمة نانسي قنقر